اه او السنة الميلادية لما جم وضعوها وضعوها بناء على الشمس على حلقة الشمس معايا فظبطوها على 365 يوم اغلب الشهور الميلادية اتسمت يا بدر على اسم نزر جل على اسم الامبراطور في الوقت ده يعني مثلا شهر يوليو سمي على اسم يوليوس قيصر الله يحلقوا اللي حلقة مكتبة سكندري اغسطس ده كان امبراطور المهم يوليو جاء قالك انا عايز شهر بتاعي يبقى واحد وتلاتين يوم على فكرة انا بكلمكم جد اه انا عايز شهر بتاعي يبقى واحد وتلاتين يوم فجاء اغسطس قال لهم الله هو انا ابن البطة السودة انا عايز شهر انا كمان واحد وتلاتين يوم فخلوا يوليو واحد وتلاتين واغسطس واحد وتلاتين وطبعا كان ديسمبر واحد وتلاتين ومش عالف نوفمبر مش عالف ايه فلاقوا الايام بازت اموا عملوا ايه راحوا اخدوا من فبراير يومين عشان فبراير يعني مالوش اهل يسألوا عليه وخلوه 28 يوم يعني هو مش الموضوع مش حزبة هو زرواطت معهم فخلوها 28 يوم على عكس السنة الهجرية السنة الهجرية بتاعتنا قمرية وهي ادق السنة الهجرية بتاعتنا وهحكي لكم قصتها دلوقتي هي ادق لان هي بناء على القمر احنا بنحدد عدد ايام الشهر احنا ما عندناش ثوابت زي ما بتشوفوا كده في رمضان ساعات رمضان يبقى 29 يوم وساعات بيبقى 30 يوم صح بناء على ايه على القمر لذلك هو ادق الشهور الهجرية دي حسألكوا سؤال في الوسط دلوقتي واللي هيجاوب اللي هيجاوب صح ليه 50 ريال ماشي انا نسا سألت لسؤال الشهور الهجرية بتاعتنا اسماءها كده من ايام حتى الجاهلية يعني من قبل الاسلام بكتير والعرب بيسموها نفس الاسم محرم وصفر وربيع ورمضان عارفين رمضان ليه سمي رمضان كده؟ رمضان عشان كان دائما بيجي في الحر فالرمضاء اللي هي الارض السخنة اللي مولعة حتى في حرب البسوس قال لهم ايه؟ المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار المهم من ساعة مسيدنا ابراهيم بنى الكعبة وفيه اشهر اسمها الاشهر الحرم الاشهر الحرم دي كانت قبل الاسلام وبعد الاسلام هي هي مين يعرف الاشهر الحرم؟ دي معروفة هي سميت حرم ليه؟ لانه يحرم فيها لايه؟ القتال الاشهر الحرم دي من قبل الاسلام ومن بعد الاسلام ما جاء مين يعرف الاشهر الحرم؟ اختر يا مدرنا سلطان يلا سلطان وذل حجة ايوة ذل قاعدة ايوة وآآ ها والله الرابع ما عارف والله بس تراح اختر يا مدرنا يلا قحطاني يلا قحطاني فين فين ها يلا رمضان رمضان ممنوع في الحرم ايوة ايوة شكرا اختر اصازنا في بعده يلا بدر المطاري يلا بدر المطاري ذل حجة وآآ سرعة سفر سفر ورجع ايوة سفر ورجع ها غيره استاذنا عبد الرحمن الخطران يلا يلا عبد الرحمن سأسأسأسأ عبد الرحمن يلا ذا الحجة السلطة جماعة لو سمحتو ذا الحجة محرم حلو آآ آآ باكت انتين ها اللي بعده استاذنا آآ عبد المحسن يلا عبد المحسن رجب رجب آآ ذو القعدة ذو القعدة ذو الحجة ذو الحجة محرم الله اقبل عليك سافة كبيرة هنا الراجل دا لي عندنا خمسين ريال الراجل دا لي عندنا خمسين ريال طيب المهم الاشر الحرم دي والعلم عند الله يعني ان هي آآ وضعت عشان تأمن آآ طريق الحجاج اللي كانوا بيروحوا يحجوا اللي بيت ربنا صحوة تعالى بيت ربنا كان بيحجي إليه من ساعة ما سيدنا إبراهيم أقامه هو سيدنا إسماعيل قبل الإسلام حتى يعني فكان عشان يأمنوا طريق الحجاج وهم رايحين الناس جاية من شمال الجزيرة العربية ومن جنوبها ومن غربها وكان في زمان اللي ايه لهم قطع الطرق أو الغراط ان القبيلة دي تغير على دي عشان تاخد منها المية والآكل وبتاعه كده فسموا الأشر الحرم دي أو الأشر الحرم دي وضعت عشان يحرم فيها القتال حتى فيه آية شهيرة جدا ونسأل فيها مشرفنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما النسيء زيادة في الكفر ما هو النسيء؟ مين يعرف النسيء؟ دي آية في القرآن خص الموضوع دي اللي احنا بتتكلم فيه إنما النسيء زيادة في الكفر متعرف؟ قول قول لا لا ها حد يعوه حنفتي؟ لا لاش دعوه أقول لكم من؟ أقول لهم أنا؟ العرب زمان كانوا بيعملوا إيه؟ زي ما اتفقنا إن فيه الأشر الحرم موجودة الأشر الحرم دي محرم فيها القتال فتيجي مثلاً قبيلة معينة محتاجة مية وأكل أصبر أصبر محتاجة مية وأكل عايزة تروح تعمل غارة على مكان معين أو قبيلة بس الشهر ده رجب ما ينفعش فيوم جاي يقول لك إيه؟ بقول لك إيه؟ إحنا الشهر ده اسمه شعباد والشهر الجاي إن شاء الله حنسميه رجب إحنا الشهر ده حنسميه صفر والشهر الجاي حنسميه محرم على كيف أمه؟ ومزاجه؟ أنا النهار ده معليش لا أنا النهار ده النهار ده رمضان الشهر الجاي هو اللي حيبقى ذو القعدة ده كان اسمه النسيء فربنا سبحانه وتعالى أنزل قال إيه؟ إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله هو ده اللي كانوا بيعملوه لهم بيعملوا إيه؟ يبدلوا شهر مكان شهر يقول لك الشهر ده حرام حرام القتال فيه لكن شهر الجاي لا لا ما عليش عن حنسميه يعني يبدأ السنة كده بإيه؟ يقول لك ده صفر وده محر بمزاجه إحنا إيه خلصنا أنا بشوفك بتقوم بعرف أن إحنا خلصنا لا 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 خذ راحك المهم المهم جات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفى النبي بأبي هو وأمي وتولى القيادة أبو بكر الصديق وتوفى رضي الله عنه وتولى الزمان بعد منه مين؟ مين؟ أقول سيدنا عمر بن الخطاب في عهد سيدنا عمر بن الخطاب حصلت كده يعني إشكالية صحابي جليل كان بيطلق عليهم في عهد سيدنا علي بن أبي طالب الحكمان اللي هما كانوا مسؤولين عن التحكيم في الأزمة اللي حدثت بين الصحابة بين سيدنا معاوية وسيدنا علي بن أبي طالب ده جاب حكم وده جاب حكم أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص فكان لأبو موسى الأشعري في عهد سيدنا عمر بن الخطاب والي البصرة يا ربي اللي لم تكن الذاكرة البصرة هو والي حاجة في الشام بس أنا مش متذكر دلوقتي جاله خطاب خطاب من سيدنا عمر بن الخطاب بيذكر فيه حاجة المهم بالخطاب ده مكتوب فيه إن هو مؤرخ بشهر شعبان فأبو موسى الأشعري قال لك طب ده شعبان بتاع السنة اللي فاتت ولا شعبان بتاع السنة دي فبعت لسيدنا عمر بن الخطاب خطاب قال له احنا مش عارفين الخطاب اللي جالنا ده هل هو لشعبان ده ولا شعبان اللي استنفت فشوف لنا حل هنا عمل اجتماع سيدنا عمر بن الخطاب مع كبار الصحابة وقرروا إن هم يبدأوا يقرخوا للسنة الهجرية وبدأوا إيه يختلفوا يتفقوا يقولوا نبدأ السنة بنين منهم من قال إن احنا نبدأ السنة الهجرية من مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم اللي قال إحنا نبدأ السنة الهجرية ديت من بعتة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين اتفقوا في الآخر على إن هم يبدأوا السنة الهجرية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لأن هي بداية عهد جديد فبدأت سنة واحد هجرية وبعدين رجعوا بقى إيه يفكروا طب نبدأ السنة بقى أي شهر فكان فيه اراء بتقول نبدأ السنة الهجرية بشهر رمضان يعني رمضان ده يبقى هو ايه واحد هو شهر واحد رمضان وشهر اتنين ذو القعدة لان نخلي بالكوا ترتيب الشهور على ما هو عليه حتى من قبل الاسلام قالك نبدأ وبعدين استقر الامر بيوم لا احنا نبدأ السنة الهجرية بشهر محرم لان هو ايه بعد موسم الحج فانتو عارفين ايه من حجة فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبي كام ولدته امه فتعتبر بداية جديدة بداية سنة جديدة فمن هنا بدأوا التاريخ واحد محرم في عهد سيدنا عمر بن الخطم ايه بقى احنا هنا طلعنا من الموضوع ده بخمسين ريال للرجل المحترم ده ايه اقول اسم اسؤال ده اقول طبت جواب صح ولا تقدر تشوفه اه ما انتغشيت وكيد لا طريقة جديدة ايه جبت اتنين من اين هم اربع عربعات لا قسمتها طب اقول ما صحيح او لا الرسول ايش الفرق بين الرسول والنبي الرسول الذي نزل بشارع جديد اما النبي اللي يرس الرسالة صحيح اللي يرس الرسالة لامته او القوم يتمم يتمم رسالة من قبل نعم سم اه اقام بقول لك سؤال وش اليوم اللي تسعى السعادة فيه عبادة والحزم فيه اه انت بتسألني على سئلة لا ما ينفعش المية بتاعتي فين دي ما ياتي ما ينفعش السنة اسئلة في الجانب حركات القرعة دي بص لوهر